أما الأرقام والإنجازات التي يتحدث عليها شوفوا يا جزائريين أنتم واقعكم نحن نعيش في الخارج أنا موجود في الخارج وبقدر ما عندي معطيات على الواقع الرداء والواقع الاجتماعي السيء للجزائرية إلا أنه لا يمكن أن أشعر بها مثل ما يشعر بها واحد عايش في الجزائر أيها الجزائري لكن شفت ظروفك تغيرت وعملتك عندها قيمة وجوازك عنده قيمة وصوارتك وشهريتك عندها قيمة تقدر تعيشك أعرف بأنه حقيقة تبون واش يحكي فيها رأو صحيح أما غير ذلك فتأكدوا بأنها كلها مجرد حكايات وأوهام ولن تقدم ولن تؤخر شيء للجزائر شيئا حتى لو تدخل الجزائر البريكس فلن تضيف إلى واقع الجزائريين لأن النظام يبحث على مثل هذه الإلقاب وهذا الإنجاز الذي سيكون هدية تقدم لتبون من أجل المرور إلى عهدة رئاسية ثانية والحقيقة هذا هي أما غير ذلك فهي مجرد مراوغات تبون يتحدث عن الشفافية وأنه ما كما يخبي واله عن الجزائريين تبون مرض وكذبوا عن الجزائريين الكذب الغريب يعني معطوش حتى الحقيقة وارجعوا للفيديوهات نتاعي اللي درتها في تلك الفطرة عن مرض تبون يجي الآن يحكي لك على أساس بأنها شفافية وأنها كذا وكذا هيا روحوا أنت تقول استرجعنا عشرين مليار دولار من الأموال المنهوبة يعني استرجعتها من عند أشخاص هيا أنشروا للجزائريين الأرقام بالحقيقة والأسماء وكذا وكذا وكل شيء بالتفصيل وعطوا الحرية للمؤسسات المستقلة مؤسسات المجتمع المدني الأحزاب السياسية اللي عندها وزن مش الدكاكين الحزبية اللي طبلوا تزمر للسلطة أعطوا لهم يحاولوا يتأكدوا من هذه الأشياء صدقوني أيها الجزائريون أن حكاية الجزائريين لما خرجوا للشارع ضد عصابة كان الطلب الأساسي هو يرحل جميعا ومحاربة الفاسدين والمفسدين واسترجع الأموال المنهوبة هذا أهم شعار وهذا أهم شيء يورط العصابة الحاكمة حاليا ولذلك يضطروا أن يقولوا أننا استرجعنا هذه الأموال 20 مليار دولار استرجعناها وفي ظل ظروف رأنا شايفين غلاء النفط والغاز وكذا وكذا والنظام رأه في بحبوحة يعني قادر غدوة يزيد لك 10 ملاير أخرى أقولك استرجعنا 30 أو 40 أو 35 أو 45 وما فوق ممكن جدا بعد أيامات المهم أؤكد للجزائريين أن خلال هذه الفطرة القادمة حتى للرئاسيات في 2024 ستسمعون العجب العجاب عن أرقام خيالية ومعلومات وإنجازات وتطبيل وتزمير إعلامي أما الرأي الآخر الذي يكشف العيوب ويكشف عن مصير الأموال التي ما زالت في الجيوب وما زالت أيضا تذهب للجيوب وما تخفيه هذه القلوب الرديئة والسيئة والحاقدة فهذا لا مكان لها لذلك في الفطرة القادمة سيسعون بقدر ممكن رفع من حجم الملاحقات الأمنية الضغط على الجزائريين التي تواجدوا في الخارج خاصة لديهم حضور إعلامي محاولات جلب بعض الجزائريين لتخويف الآخرين كل ذلك من أجل تمرير مرحلة العهدة الثانية في هدوء تام ويفرضوها بقوة الأسلحة وقوة العسكر وقوة الأجهزة الأمنية ليس إلا ولكن الأمر إذا النظام حقيقة يريد الخير للعسكر وللجزائريين عموما فإن هذا الطريق والله طريق بائس وتبون بحد ذاته وأذكر هذه الجملة أيها الجزائريون قد يأتي اليوم لأن أكون بينكم على قيد الحياة أذكروها أن تبون بنفسه أكرم له أن لا يمر إلى عهدة رئاسية ثانية أخرج برغم الانتقادات التي وجهت لك وبرغم العيوب التي موجودة فيك وبرغم المستوى الهزيم وفرصة تاريخية التي كانت بين يديك وضيعتها ما زالت لك فرصة أخرى تحفظ لك ماء الوجه وما ينسوها لكش الجزائريين أنك تغادر وما تديرش عهدة رئاسية ثانية أما إذا درت عهدة رئاسية ثانية فتأكد يا عبد المجيد تبون ستجد نفسك يوما في مواجهة الشارع وعصابة جديدة تضحي بك على مرأة العالم وحينها ستحمل من القصر إلى القبر وأجيال تلعنك كما جرى معا بوتفليقة واذكروا كلامي جيد ترجمة نانسي قنقر